موسيقى مساء الخير وأهلا بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل فيها بنتعرفها بالأرقام وبالتحليل على أداء البورسة المصرية خلال الأسبوع الماضي حيث تباين أداء السوق خلال الجلسات تراجع المؤشر الرئيسي للبورسة المصرية EGX30 بنسبة 1.23% بيقلق عند مستوى 10.548 نقطة في المقابل ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3.1% ليقلق عند 1831 نقطة كمان بيصعد مؤشر EGX100 بنسبة 2.39% مسجل 2767 نقطة لقراءة أكثر تحليلا لمؤشرات البورسة ولحال اقتصادية بشكل عام في مصر يساعدنا أن يكون معنا خبير ومحل الأسواق المال أستاذ حسام عيد نبتدي من مؤشرات البورسة اللي كان فيها تباين واضح خلال الأسبوع الماضي شفت النهاردة ازاي أداء البورسة المصرية يعني طبعا زي ما تبعنا خلال الأسبوع الماضي شفنا فيه كسر المستوى دعم رئيسي هو مهم جدا من مؤشر رئيسي EGX30 وهو مستوى 10.600 وقدر أنه بعد كسر هذا المستوى الرئيسي والمهم أنه يختبر مستوى الدعم الثاني الرئيسي وهو 10.400 وستطاع الارتداد من أعلى هذا المستوى 10.400 وشفنا أنه قدر ونجح فعلا في الاستقرار بالمنطقة الخضراء بنهاية التعملات الأسبوع الماضي وصعد بأكثر من 100 نقطة بنسبة ما هي أقرب من 1% ومسجل المستوى الأغلاق بنهاية التعملات الأسبوع الماضي عند 10.548 وإن شاء الله يعود الاختبار واستعادة مستوى 10.600 لأنه مستوى مهم جدا وكان ده ناتج كسر مستوى الدعم الرئيسي الهم جدا لل10.600 ده كان ناتج عن الأداء السلبي لأغلب أو لبعض الأسم الخضايا بالمؤشر الرئيسي الأمر الذي دفع مؤشر الرئيسي لكسر وعدم الحفاظ وعدم نجاحه على الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي وهو ال10.600 إلى أي مدى بتشوف حضرتك أن البورصة النهاردة قادرة على اكتذاب استثمارات جديدة يعني طبعا هي الأسعار حاليا قيم السوقية الأغلبة الشركات القيادية في البورصة المصرية طبعا متدنية جدا وأعتقد أن هي مستوى سعرها الآن جازب جدا للشراء وضخ سيولا وفتح مراكز المالية من قبل المؤسسات المالية أو المستثمرين للأفراد لاستهداف معدلات أو مستوى سعرية مرتفعة فيما بعد يعني في الفترة القادمة وده اللي بيؤكدوا الاستحوازات التي تمت على خمس شركات حصة بخمس شركات قيادية في المؤشر الرئيسي بالأسبوع القبل الماضي وده كان ناتج عن أن قيم العدلة لهذه الشركات أعلى بكثير من قيم السوقية ده الأمر اللي دفع المؤسسة العربية الشقيقة يعني أنها تدخل وتفتح مراكز مالية في بعض هذه الشركات نظرا ليها نظرة مستقبلية يعني جيدة جدا لهذه الشركات وطبعا أن القيم العدلة لهذه الشركات بناء على منهج السوق ومنهج التضفقات النقضية الذي يعني يأكد أن القيم العدلة أعلى بكثير من القيم السوقية هو الأمر الذي يدفع المؤسسات لدخول وفتح مراكز مالية وفتح حصص وشراء حصص بهذه الشركات لتحقيق مستويات ومعددات نمو مرتفعة في الفترة القادمة إن شاء الله نعم بعد تسبيت فيتش للتصنيف الإتماني في مصر عند بي بي بتشوف حضرتك إزاي الإشادة دي وتأثيرها على الاقتصاد المصر وطبعا منذ جائح الكورونا مصر يعني في خلال أربع مرات المؤسسة فيتش تثبت تصنيف مصر الإتماني عند مستوى بي بلاس مع نظرة مستقبلية مستقرة ده دي تعتبر شهادة ثقة من المؤسسة فيتش مؤسسة تصنيف الإتماني للاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالالتزامات وقدرته كمان على الخروج والمواجهة الأزمات زي بداية من أزم الكورونا واستطاعت حقيق نسبة نموه بعد هذه الأزمة أكثر من المتوقع كان متوقع تقريبا حوالي أربعة وتسعة مئة في المية معدلات نموه من قبل صندوق الناد الدولي ولكن استطاعت الحكومة المصرية واستطاع النظام الاقتصادي المصري بتحقيق نسب نموه ما يقرب من خمسة واثنين مئة في المية أعتقد كان هذه معدلات فائقة للتوقعات يعني الاقتصاد المصري قدر واستطاع بفضل طبعا السياسات النائدية وسياسات الإصلاحة الاقتصادية النهاية أنه يمتص الأزمات العالمية التي تحدث منذ بداية من جائح الكورونا وإلى الأزمة الراهنة ما بين روسيا وأوكرونيا والتي ألقب الضلال على الأسواق والاقتصادات العالمية في صرف العامة نعم وزير المالية يشارك في اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي وأيضا البنك الدولي وكان له تصريح اسمح لي أقوله لحضرتك وتعلق لي عليه من فضلك بيقول أنه الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ساعدت في توفير قاعد التمويل محلية قوية ومتنوعة وطبعا توفير التمويل ده كان من أهم مهام وزارة المالية توفير التمويل اللازم للمشروعات صغيرة أو للموزن عامة للدولة أو لمشروعات الكبرى للمشروعات الحكومية وطبعا نجح نجح طبعا وزارة المالية في توفير التمويل اللازم عن طريق سوق المال أسواق المال لدوات الدخل السابت سواء أزول خزانة أو السندات الحكومية التي استطعت وفعلا عملت طفرة كبيرة في إصدار أزول الخزانة من قبل البنك المركزي حدث طفرة كبيرة في هذا القطاع والسندات الحكومية أيضا حدث فيها طفرة كبيرة وده وفر سيولة كبيرة جدا للحكومة لتستطيع استكمال المشاريع الكبرى والتي تنعكس بالإجابة على الاقتصاد القومي الكلي وده اللي احنا شفناه خلال السنتين الماضيين شفناه فيه يعني ضخ سيولة كبيرة جدا من قبل المؤسسات المالية في الأدوات الدخل السابت سواء سندات أو أزول خزانة بمعدلات فايدة متتراوح ما بين الـ 11 والـ 14% وإن شاء الله ده كان استكمال ونجاح لخطة الوزارة المالية في توفير التمويل اللازم لاستكمال المشاريع القومية للحكومة المصرية نعم مصر من الاقتصادات القليلة للغاية اللي نجحت فيه تجاوز لانكماش فيه 2020 بتشوف حضرتك إلى أي مدى أنه خطة الإصلاح بشكل عام الممكن أن تزيد من النشاط الاقتصادي في مصر يعني كانت مصر الموز بداية جائحة كورونا 2020 مارس 2020 تحديداً شوفنا فيه انكماش وفيه نقص في سلسل الإمدادات الدولية نتيجة للغلاقات ونتيجة لبعض السياسات الانكماشية للاقتصادات الكبرى وشوفنا فيه في بعض الدول يعني كان عندها اغلاقات كاملة وليس الجزئية ولكن مصر استطاعت فيه توفير السلع وتصدير المواد الغذائية لأغلب دول العالم وده اللي حدث في الفترة فترة أزم الكورونا يعني كانت مصر في قدرت أن ترفع من صادراتها من المواد الغذائية والمواد البترولية والبترولي في الفترة سمت بعام 2020 و2021 أيضاً وارتفاع صادرات مصر للغاز بأكثر من 700% بختم 21 وده طبعاً كان ليه عامل كبير جداً في ارتفاع النتج المحلي من صادرات مصر البترولية والغير البترولية ووصول صادرات مصر إلى مستوى 33 مليار دولار بنهاية العام الماضي ده بيؤكد أن استكمال لخطة الإسلاح الاقتصادي ونمو الصادرات المصرية نحو الميت مليار دولار زي ما أخذ على عاطقه السيدة الرئيسة الجمهورية أنه يستهدف الصادرات مصر من المواد البترولية والغير البترولية إلى الميت مليار دولار حققنا فعلاً تأتي وداتي مليار في طريقنا إلى تحقيق الميت مليار دولار صادرات سواء النفطية أو بالنفطية وإن شاء الله نقدر أن نواجه أي أزمة قادمة وإن شاء الله نأمل في انتهاء الأزمة في القريب العاجل نعم على ذكر الأزمة أسعار النفط بيلحق بيها خسارة جديدة للأسبوع ده 5% تقريباً خسارة بتشوف حضرتك أنه إحنا أمام خسارات أخرى قادمة في أسعار النفط ولا الأوضاع ما نقدرش نحكم عليها من دلوقتي قابلة لأنها تتغير سريعاً هو مع بداية الأزمة الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا الأمر الذي دفع أسعار الطاقة إلى تجاوز 100 دولار وسجالة خامبرينت سجل سارب برميل 140 دولار تحديداً وأعتقد أن هذا كان ناتج عن أهمية روسيا في إنتاج النفط وهي من أكبر أعضاء منظمة أوبيك أوبيك بلس وصاحبة ثاني أكبر إنتاج يومي بما يعادل 10.5 مليون برميل يومياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية وقبل المملكة العربية السعودية وأعتقد أن كان لها دور مهم جداً منذ اندلع الأزمة في تحريك الأسعار نحو الارتفاع وتحقيق مستويات سعرية قياسية إلى 140 دولار أعتقد أننا نمر دلوقتي بمرحلة هدوء واستقرار وانقفاض حدة الأزمة مرة أخرى مع موافقة على زيادة إنتاج البترول يومياً بما يعادل حوالي 450 ألف برميل ده أعتقد أنه هو بيئيد تعادل العرض والطلب بالنسبة للبترول القام برينت وأعتقد أننا هنستقر مرحلة تصحيح سعري وهنستقر عند وضع معين مع استمرار وانقفاض حدة الأزمة الراهنة ما بين روسيا وأوكرانيا ده فيما يخص النفط لكن مازال حتى الآن أسعار الذهب على سبيل المثال في مصر مازالت تتأرجح أو فيه زبزبة على طول الأسبوع الماضي يعني هو طبعاً في وقت الأزمات تتجه الأموال دائماً من الاستثمارات اللي هي مصاحبة بالمخاطرة التي هي صاحبة المخاطرة وتتجه إلى الاستثمار الآن أيها بالضبط في المعادلة النفيسة وده اللي احنا شفناه أيضاً في الدهب واسعار الدهب وشفنا فيه تجاوز كبير للمستوى الألفين دولار عالمياً وده طبعاً كان ناتج عن الأزمة التي قلقت بصدارها على الأسواق العالمية والاكسادات العالمية كما ذكرنا فيما قبل فأعتقد أن مع معاودة استقرار الأزمة وانخفاض حدتها مثل أسعار الطاقة شفنا فيه بقى دهنا نشوف فيه هدوء وثبات يعني نسبي في الأسعار الطاقة برضو يعني بالتالي هنعكس برضو على أسعار الدهب التي طبعاً صعدت منذ بداية الأزمة لاتجاه المستثمرين ووقت الأزمات في المعادلة النفيسة للاستثمار في المعادلة النفيسة أعتقد أن نشوف برضو هدوء في أسعار الدهب مع استقرار الأزمة والخفاض حدتها إن شاء الله نعم ما زال أسعار الغزاء عالمياً هي أيضاً متأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية وطبعاً روسيا وأوكرانيا يستحوذان على ما يقرب من 32% من أسعار الأمح من صدرات الأمحة عالمياً يعني أعتقد أن هم كان لهم تأثير قوي جداً ومباشر جداً على أسعار الأمحة وده طبعاً اللي انعكس على ارتفاع أسعار الأمحة والمواد الغزائية طبعاً مصاحبة طبعاً لأسعار الطاقة التي ارتفعت وارتفاع السلع الغزائية التي تعتمد بشكل أساسي في تصنحها على استخدام الطاقة والمواد الخام مثل الأمحة في تصنحها وده كانت تعتبر في التكاليف المباشرة الخاصة بعمليات الانتاج وده اللي احنا شفناه فيه ارتفاع في أسعار المقبوزات والنتجة عن ارتفاع أسعار الأمحة عالمياً وكل منتج يدخل في تصنيعه الأمحة شفناه فيه ارتفاع وصعود مبالغ فيه أو وصل لأرقام قاسية طبعاً وده كان متأثراً طبعاً بحصة روسيا وأوكرانيا من صدرات العالم للأمح ما يقرب من 32 فيما واعتقد أن مع هدوء الأزمة والاستقرار والعودة مرة أخرى نحو الاستقرار والعودة مرة أخرى إلى الإمدادات من أوكرانيا وروسيا للعالم بالحصص كاملة حصص التصدرية كاملة من القمح هنشوف إن شاء الله معودة مرة أخرى هتبتدي الأسعار في السبات ثم الاتجاه نحو الانخفاض مع استمرار انخفاض حدة الأزمة في الأيام المقبلة إن شاء الله نعم الاستقرار على الهند كدولة منشأ الاستيراد منها القمح ده ممكن كمان يأثر أو يقلل من حدة الأسعار الخاصة بالمرة أخرى يعني أعتقد أنه كان تنويع المصادر الأمح كان مفروض كان خطة بديلة خطة بي لازم كان الدول التي تعتمد على التصدير على استيراد الأمح بشكل كبير جدا كانت لازم تحط دولة أخرى كمصدر آخر للأمح أعتقد أن الهند هتقدر تغطية جزء بسيط من حصة روسيا وأوكرانيا طبعا زي ما ذكرنا فيما قبل أن روسيا وأوكرانيا يستحوزان على 32% من صدرات الأمح وأعتقد أن الهند هيصعب عليها سد العجز أو سد الحصة التي تخص روسيا وأوكرانيا ولكن هي يعني هتدفع الأسعار نحو السبات إلى حد ما وليس الاستمرار في الارتفاع ثم إن شاء الله مع انخفاض لحدة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إن شاء الله في الفترة القريبة القادمة إن شاء الله هنشوف فيه استمرار استمرار في الأسعار سواء الطاقة أو المواد الغذائية والأمح تحديدا ونشوف فيه انخفاض مرة أخرى ومعاودة الانخفاض والاستقرار لأسواء العالمية إن شاء الله نعم توقعات حضرتك لأداء مؤشرات البورسة في الجلسات القادمة أنا أعتقد أننا دخلين برضو على أجازة العيد إن شاء الله كل سنة وحركة طيبة وصدر المشاهدين بخير وأعتقد أنه يبقى فيه يعني أداء حذر وتراقب لما يحدث بعد أجازة العيد وحنشوف فيه يعني هدوء نسبي في أداء المؤشر ولكن بداية بداية جلسة يوم التلاتة إن شاء الله ممكن أن يختبر المؤشر مستوى المقام الرئيسي وهو العشرة تلاف وستتمية ثم يستقر يعني بالاستقرار عليه هنشوف إن شاء الله أداء إيجابي بعد أجازة العودة من أجازة عيد الفترة مبارك ولكن لو حدث جني أرباح من قبل المؤسسات العربية واستمرار المؤسسات الدجنبية نحو البيع ممكن يختبر المؤشر الرئيسي مستوى العشرة تلاف ربعمية مرة أخرى ويدفعه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي العشرة تلاف ربعمية ونشوف فيه عودة مرة أخرى للأداء الإيجابي لأسم القيادية وخاصة القيادات معروفة جدا في المؤشر الرئيسي وتدفع المؤشر الاختراك مستوى العشرة 600 ويستهدف مستوى العشرة 800 ثم 11 ألف إن شاء الله وإن شاء الله نشوف فيه أداء إيجابي خلال نتاج الرابع الثاني من هذا العام إن شاء الله أنا في سؤال عايزة رجاله لو تسمح لأنه مهم برضو إحنا مرنا سريعا على حضور أو تواجد وزير المالية في اجتماعات الربيع الخاصة بالبنك الدولي وبصندوق النقد الدولي بتشوف حضرتك أنه الاجتماعات دي اللي حصلة حاليا في واشنطن إنه ممكن إنها تحل الأزمة دي المرتبكة للعالم فيها موجود وحاليا دلوقتي ولا من الممكن حتى إنه الاجتماعات دي من جديد دي يكون عندهم حلول لإنعاش الاقتصاد في ظل هذه الأزمة ولا الطموحات بعيدة يعني أو أملنا بعيدة شوي هو دايما صندوق النقد الدولي وبنك الدولي يعني دايما بيفرده ودعمهم وقت الأزمات العالمية وده دورهم الطبيعي وده اللي أنشئ على أساسه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إنه دعم ومساندة الاقتصادات الدولية وقت الأزمات أو في وقت الحاجة لبعض الدول وده اللي احنا بنقدر دور الأساسي والمهم جدا لصندوق النقد والبنك الدولي واعتقد إن الاجتماعات الدورية في ظل الظروف الرهنة والأزمة الجيوسيا السياسية التي ألقى بظلالها على الأسواق العالمية وشوفنا فيه ارتفاع في معادلات التضخم وجميع المؤشرات الاقتصادات العالمية تأثرت جدا بموجات ارتفاع معادلات التضخم وشوفنا فيه اتجاه من البنك الفيدرالية لرفع معادلات الفائدة لخفض ورق البنك نوت والسيولة في إيد المواطنين لسبات الطلب وعدم ارتفاعه ومن ثم يأخذ الأسواق نحو السبات ويتفحها نحو الأبوط وده محاولة من محاولات كبح جماح التضخم واعتقد إن اجتماع وزير المالية يأتي طبعا في أهمية الموقف الرهن بالنسبة للاقتصاد العالمي واستمرار دعم الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الدول دعم الدول في الأزمات العالمية واعتقد إن ده ليه حصات كويس وليه مرضوك كويس جدا وده تقريبا يعني أعتقد إن ده برضو ليه مرضوك إيجابي جدا في تمويل الموازنة العامة للدولة وتأكيد على استمرار دعم الاقتصاد المصري في الفترة الحالية في ظل الظروف والصعوبات الاقتصادية التي واجهها العالم بشكل عام نعم السيد حسام عيد خبير أسواق المال شرفتنا شكرا جزيلا على وقتنا شكرا جزيلا على وقتنا شكرا جزيلا على المتابعة شكرا حضراتكم أيضا على المتابعة كانت هذه قراءة سريعة وتحليل سريع لمؤشرات البورصة ولعالم المال والأعمال بشكل عام دائما إبقوا معنا في مؤشرين اشتركوا في القناة